نروح مع حضراتكم طبعاً للموضوع الأبرز ويمكن يمبرح صلاح ألب الدنيا بالجنين اللي جابهم وخصوصاً والمنتخب الوطني بيستعد بقيادة فيتوريا أنه يشارك في كاس الأمم الأفريقية عشرين اربعة وعشرين في قاتف وار وحتكون من يوم 13 يناير والأرعاء في كاس الأمم الأفريقية مصر موجودة مع غانا ومنتخب الراس الأخدر ومزنبيق ضمن منافسات المجموعة التانية اللي مصر فيها مشوار إن شاء الله يكلل بالنجاح للفرعنة في كاس الأمم الأفريقية وانتصار صلاح مبارح وعمل حقيقة شوط تاني عظيم وكان ليه أساست كمان فيعتبر كان صاحب ثلاث جوان مش جون واحد ويمكن مسألة تغيير الحزاء بين الشوطين دي لفتت نظر الناس كتير وهو بعد كده طلع بتصريحات وقال أصل ده الحزاء اللي أنا كنت أتمرن به فغيرته ويمكن كمان يعني أنه قرب لهايلند وده كان مرعب يعني نجم منشستر سيتي خلاص دلوقتي تساوى معاه هما الاتنين سجلوا 14 هدف صلاح كده 20 جولة في الدوري الإنجليزي والحيان إنه مبارح كل الأوساط الرياضية كانت بتتكلم عن صلاح وأنه صلاح كده بقى تالت أسرع لاعب بيوصل 150 هدف مع ليفر بول فهذا يعني الريكورد اللي عمله صلاح نحن نتكلم عن 238 مباراة مع ليفر بول شيء الحقيقة يخلينا كلنا كده عندنا أمل كبير جدا جدا صلاح راجع بانتصار كبير رايح على كوتف وار ينضم للمنتخب الوطني يعني الحديث عن صلاح حديث كله فرحة وبهجة وأمل إن شاء الله في تحقيق انتصارات كمان مع المنتخب الوطني هو نفسه سعيد بدا وما كانش عايز يروح بنتيجة مختلفة ودي كانت تصريحاته